هل بيتم تصوير هذه الوسائق وهذه الكنوز الأديمة؟ أنا في معرض حديثي قلت أن رسالة الدار بشكل رئيسي هي الجمع يعني جمع الوسائق والكتب والمخطوطات بالإضافة إلى الحفظ الحفظ هو الرسالة الرئيسية من رسائل الدار الحفظ عندنا بيبع برعا نوعين الحفظ مقتنى ذاته فيه خزانات ومخازن مجهزة لها مع ضبط البيئي ودرجة الحرارة ورطوبة ما إلى هذا الحفظ يعني أيضا الترميمها وإحنا عندنا خطة مستمرة للترميم وعندنا معمل ترميم في دار الوسائق وعندنا برضو معمل ترميم في دار الكتب الحفظ أيضا تعني الرقمانة لأن الرقمانة ذاتها بتحفظ المقتنى لا قدر الله إذا حدث للأصل شيء فيبقى أنا عندي على الآن لبكة نسخة منه ومش على سيرفر واحد محفوظ على أكتر من وسيلة والتصوير بقى لهذه الكتب ما هو الرقمانة؟ عملت الرقمانة هي مسح الضوئي بشكل رئيسي عندنا معمل مسح ضوئي برضو يعني بإمكانات كويسة جدا في دار الوسائق بيتم عندنا خطة مستمرة يعني هل عندكم مثلا أفلام وسائقية بتسجل لهذه الأثار؟ كأفلام موفي لا ما عندناش لليه إحنا بنصور رقمي لأنه عبارة عن أوراق وسجلات بتصور رقميا وبتأخذ نفس الترقيم بتاعها يعني ده لحضرتك كمسؤول لكن للجمهور العام لو عايز يطلع على هذه الأشياء سؤال حضرت جميل جدا الجمهور اللي بيجي لنا في دار الكتب والأسائق ليه أكتر من تصنيف فيه جمهور الباحثين يعني سواء باحث طالب في جامعة صحافي مؤلف خصص في بيجي يرجع عندنا يقرأ في التاريخ في مرحلة معينة هو عايز يكتب عنها باحثين طلبة مجلسي والدكتوراه أساسي الجامعات بيقوموا بأبحاث لترقية لدرجات أستاذ مساعدة أستاذ دول الباحثين الباحثين دول بيجي دار الوسائق بنتابع إجراءاتنا وبيدخل قاعة البحث بيطلع حاجات المرقمنة على الكمبيوتر بيطلع بيشوفها وينقل منها لو عايز نسخ مصورة منها يعني خلاص يا وريدي بترق منها في عندنا مكتبة كمان ورقية عادية مكتبة بكتب عادية ليبرير يعني للوسائق وسجلاتها وما إلى هذا بالإضافة للنوع تاني بيجي لنا بضل وصائق من السادة المترددين نسميه إحنا المستفيدين المستفيدين حد جده أو جد جده كان عنده أرض وعنده حجة وقف لها بتثبتها ومع التقاضم أو لسبب أو لآخر ما عادش ليه ما يثبت أن دي ملكه فبيجي عندنا بس بيقول لنا ده أنا عندنا أرض في المدينة الفلانية في القرى الفلانية المحكمة بقى هنا دي لأن كلها بتبقى سجلات أغلبها سجلات بحاكم يعني يقول لنا عليها بنبحثه بنطلعه للوثيقة موجودة يزبت تسلثل النسب وهذا لحفظ حقوق الناس يزبت تسلثل النسب لهذا الجد أو الجد وبعد كده من حقه يعني يحصل على نوسخة طبق الأصل مخطومة معتمدة من دار الوثائق بهذه الوثيقة اللي يحصل على حقه في المحكمة وحيانا يحدث العكس يعني ده اللي بيسموه تحقيق التراث تحقيق التراث ده عندي في مركز في المركز العلمية في دار الكتب اللي هي كتب التراث القديمة سواء الأدب الفقه وما إلى هذا مخطوطة بيشتغل عليها مجموعة البحثين اللي نشرها وتحقيقها يعني مضاهات النسخ المختلفة ببعضها للوصول الأقرب شكل للنص الأصل اللي كتب المؤلف ثم نشره فيقول نشر وتحقيق وحيانا يكون نشر فقط وحيانا يكون نشر وتحقيق وتعليق يعني المحقق يضع بصماته في حواش الصفلية على النص الموجود يفسر لفظة يحقق موقع مقارية أو مدينة يفسر مقياس يعني في النص يقال مثلا أربعون زراعا فالناس دولت يعرفش عن ليه زراع فيقعد تحت في الفتنة الهام شسوف اللي يقول بقى أن زراع دوا فيه زراع القاسيمي وزراع الهاشيمي وزراع السوداء وده بيعادل كذا فدي تلات أنواع من النشر نشر وتحقيق نشر وتحقيق وتعليق أنا هزعل حضرتك سؤال برضو يعني يمكن يخص الجمهور العام في بعض الأسر في مصر بعض العائلات بيبقى عندها وثيقة ما بتعتبر وثيقة تاريخية أو وثيقة مثلا أثرية هل بتتقدم مثلا لكم لشراءها ولا يعني هل فيه هذه هنا فيه شقين فيه الشق القانوني اللي هو قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 أنه بيلزم زي قانون حماية الأصاع اللي عنده حجة أو وثيقة أو مخطوط أو ما لهذا بيهتقدم به الإدارة ويحصل على التعويض المناسب وفيه الشق الثاني أنه بيبقى حد هو عنده مثلا نسخة من مصحف قديم بتاع جده وعنده نسخة من كتاب قديم مثلا من القرن 19 فبييجي للدار حقيقة في خلال تواجد في الدار وكمسؤول عنها الناس أغلبها بيجي للإهداء يعني بيجوا لن عندي دي وعايز أهديها للدار مجانا مجانا ومن حق يحصل على تعويض الغالبية بيقول لأ ده أنا جايبها عشان أحافظ عليها لأن عليها خط جدي فأنا عايزوا يحفظ للزمن ودي اللي أنا بسميها كآثاري الجين المصري المحب للحفاظ على القديم وهذا ما حفظ لمصر الآثاريها من أسورها المختلف أجدادنا كانوا زيين بيحبوا الحاجة بيحفظوا عليها